السلام يعطيكم العافية حلقة 6 نحكي عن شغلات كثير في الطريق الى كندا هذه السلسلة تحكي لك كيف تقدر تقدم عن طريق الموقع الالكتروني لوحدك على الهجرة الى كندا تابعونا أهلا وسهلا في حلقة 6 الحلقات الاولى الخمسة ناقشنا فيها موضوع الـ Express Entry بشكل مختصر وان شاء الله يكون سلس في كتير اسئلة راح تيجي انا متأكد لكن نكمل اليوم بشغلة جديدة اللي هي Provincial Nomination Provincial Nomination معناها في كندا في 10 Provinces and 3 Territories العشرة Provinces اللي موجودة في الجنوب وال3 Territories اللي موجودة في الشمال حجم التورتيريس طبعا اكبر من الـ Provinces هذا البرنامج اسمه Provincial Nominee Provincial Nominee كيف يعمل هذا البرنامج هو لـ و الـ Education Work Experience يعني انت عندك سكيل معينة او مش موجودة في هذا البرنامج البرنامج تحتاجك ببعطوك هذا الـ Skills طرع الشرط المهم انك تعيش في هذه البرنامج ما تتنقل ما تخرج منها والشرط الثالث انك تكون طالب للحصول على الـ Permanent Residence او الإقامة الدائمة هون في أمريكا يسموها Green Card هون يسموها Permanent Residence الـ PR نختصرها دائما كل مقاطعة او كل Territories اللي ها الـ Stream الخاص فيها في مقاطعات بدها بتجيب الطلاب تعطيهم Permanent Residence في مقاطعات بدها بزنس بيبول في مقاطعات بدها skilled workers في مقاطعات semi skilled workers يعني يعني وظائف سهلة تكون هلأ المهم جدا لازم نعرف انه كله بيعتمد على البرنامج اللي انت بدك اياها أصعب البرنامج طبعا انك تحصل على الـ البرنامج الكبيرة اللي هي كباك وانتاريو بي سي مثلا الاسهل انك تروح على البرنامج الصغيرة اللي فيها الناس اقل مثل برينسوف ادوارد ايلاند نوفا سكوشيا نيو برونزويك لابرادور والنيوفون لاندن لابرادور هدول بيكونوا اسهل الـ Territories هدول اسهل اشي لانك هدول اماكن صراحة عدد المهاجرين عليهم مقلال هم واصلا عدد سكانهم في الشمال كله يمكن مليون نسمة لانه برد كتير فما في ناس كتير بتروح هذه الشغلة مهمة لازم تعرفها وين بدك تروح تجو والطأس المهم لاناش نحكي عن طأس كندا لانه الكل عارف بغض النظر بقولك شو الطريقة اللي بتقدم فيها لازم تعمل شغلة الـ Express Entry لازم اخر شي توصل لموضوع الـ Express Entry بس بكون عندك بوينتز زياد كتير فبكون اسهل انه يستطيع هذا ولازم تحتاج Medical Exams و Police Check انا سمعت هذا موضوع الـ Medical Exams عم بحاولوا انه ينغول لانه بعتبروا في راسيزم انك تطلب من واحد انه يكون healthy عشان يقدر يجي على كندا طبعا يعني الناس تفكر اشي طبيعي لا هون بتوقعوا انه اذا واحد مثلا معه اعاقة او مرض وهو انشان وشخص كويس وممكن يفيد كندا مش معناه انه ما نرفضه يعني فيه ناس كتير مثلا معاها سرع وتاخد الادوية وعايشة طبيعية يعني ما عندهم مشاكل فيه ناس عندهم مثلا اعاقة سمعية وهم اعاقة في امور مهنية مثلا فهذا النقطة اللي عم بناقشوها الان في البرلمان المهم فيه نوعين من هذا الابليكيشن فيه بيبر بيز ابليكيشن يعني بدك بدك جمع اوراق وتبعتها بالبريد هذا الابليكيشن بتتواصل مع البرونس والتريطوري دايريكت بتقولهم انك انا بدي اعمل نومنيشن طبعا فيه عندهم فورم بناء على هذا النومنيشن بيشوفو هل فعلا الفورم هل انت والاوراق اللي حتي بعتها هل انت فعلا من الناس اللي طالبينهم هم بعد هيك بتقدم على الابليكيشن الابليكيشن وبتحط النومنيشن هذا وبتمشي بالموضوع طبعا هو بيحكي لك انه هذا الابليكيشن رح ياخد تايم اكثر لانه هو بيبر بيز يعني رسالة رايحة ورسالة راجعة ضعت الرسالة حسنا هلأ الشغل الثانية اللي هو أونلاين أسهل اشي هذا انك تدخل على اكسبرس انتري بروسس في نوعين منه أول واحد انك تقدم اول اشي على البروفنس والتوريطيريز مش كل البروفنس والتوريطيريز تقدم اونلاين عشان هيك بقول لك في بيبر بيز تدخل على البروفنس والتوريطيريز تعمل تحت ال اكسبرس انتري ستريم واذا البروفنس والتوريطيريز اخدوك بعطوك زي بروفايل بتقدر تدخل تعمل اكسبرس انتري بروفايل بعطوك زي رسالة بتقدر تعمل اكسبرس انتري بروفايل او ابداتي البروفايل اذا عندك واحد موجود وتستنى فيه بعد هيك هم بتواصلوا معك وبتكمل اجراءتك النوع الثاني انه بس تدخل بتحكي انا والله حابب اروح على هاي المقاطعة بتعمل اكسبرس انتري بروفايل بتكون شغال على الاكسبرس انتري بكونوا هم شغالين عليك وبنفس الوقت انت بتكون تتواصل مع هم بشوفوا والله اوكي هذا والله وضعه كويس واحنا شكلنا بدنا اياه اكيد فعشان ندعم الاكاونت تبعه بنعطيه النومناشن لترز من البروفنس فهم بعتولك اياها وبتشوفها على الابليكيشن تبعك اونلاين على الاكسبرس انتري هذه موضوع الان هون بقولك ماذا البروفنس والترز من البروفنس اللي ممكن تقدم عليها هذه موجود هون البرتا بريتش كولومبيا منيتوبا نيو برنزويك نيو فنلاندا الوبرادور هاي سهلة اتوقع النومناشن الى هاي سهلة هدول شوية اصعب نورث ويست ترز من البروفنس طبعا هاي في الشمال بارد كتير يكون نفس الاشي جنبها نوفا سكوشيا سهلة انتريا رح تكون صعبة برينس ادولد اسهل ساسكاتشوان قد يكون خاصة الامور الزراعية فيها بدك تدخل على كل بروفنس خلينا ندخل مثلا خلينا نحكي على واحدة سهلة مثلا نوفا سكوشيا هون نوفا سكوشيا نحكي لك كباك يعني مش موجودة هون لانه إلا هاي ميغريشن خاص هنحكي عنو و لازم تكون بالفرنسي و قصص ثانية اوكي هذي البروغرام سموها نوفا سكوشيا نومني بروغرام نس ان بي هون بحكي لك شو المطلوبين زي ما انتم شايفين هون المطلوبين هذي هذي اللي هو النوك هذا حكينا عنو هاي رقمها 3413 و نوك 7511 اللي هو ترانسبر تراك درايفرز هاي مطلوب كتير تراك درايفرز مطلوب كتير في كندا الناس بتقولي طب انا تراك درايفرز و انا شوفير و معاي كل هذا سهل جدا تيجي تلاقي شغل هون طبعا كلنا عارفين شو معانا تراك درايفرز معانا بد يروح ينتقل من مقاطع لمقاطعة و يسوق تراك و ايام و ريفر بس و الموضوع سهل انك تحصل اذا انت عندك خبرة بتيجي هون بتعدم شوية امتحانات بس عشان تعرف كيف تسموي لوج طبعا زي ما تشايفين هون طالبين الاعمار من 21-55 عندك سنة من الاكسبرينس طالبين اربعة منموم بالليبل حتى لو انك كنت ناتيب انجليس سبيكر او فرينش سبيكر كيف تدخل بتدخل هون طبعا فيه هون للابليكيشن هون بقول لك باخد 60 دقيئة تقريبا طبعا بدك تكون محضر كل الوراءات مثل جواز السفر صور عن الشهادات صور عن شخصية قد يحتاجوا وكل هاي الامور اشي موضوع سهل بقول لك رح تاخد ثلاث اشهر فما اكثر عشان يعملوا ريفيو للابليكيشن ما هت تخسر اشي بتحط الابليكيشن واذا عجبهم بتواصلوا معك اذا ما عجبهم طبعا بقولوا لك سوري فالموضوع يعني مش صعب كتير في النوميناشن بس بده شغل هون الابليكيشن غايد مثلا اشي موضوع اشي موضوع اشي موضوع اشي موضوع اشي موضوع فدك تدخل على كل بروفنس اندك تضع خلينا ندخل على تيروتوريز واحدة ثانية هاي نورث ويست تيروتوريز هاي نورث ويست تيروتوريز طبعا مقاطعة حجما كبيرة لكن عدد سكانها لا يتجاوز خلينا اتأكد لكم خمسة واربين ألف خلينا نشوف هون اه نورث ويست تيروتوريز بوبوليشن اه اربعة واربين ألف ونص يعني خمسة واربين ألف خلينا نحكي هذا موقعها في الخارطة او بالنسبة ل كندا في الشمال اه منطقة شوية باردة اه زي ما انتم شايفين اه يعني هذا هو الموقع تبعها اه مورجيك الصور الحلوة هون بالصيف اه اه نورث ويست تيروتوريز هون مثلا اوتوو اتورنتو مونتريال اه هاي الماكن هون بريتش كولومبيا بنكوبر هاي الصور طبعا ديش احكيلكو عنها بس هاي الصور بالصيف اكيد يعني هذا بالشهر منطقة باردة طبعا بالشتاء اه هذا اللي راح تشوفوه بالشتاء الامبلويرز هذا اللي بدو يشغل هون للبزنس اذا بدت عندك بزنس ابليكيشن طبعا بكون هذا اسهل كتير والفورر ناشنال زي ما يدوك تيجي مع العيلة اوكي اه طبعا نحطي لك الكلب ما توقع ان حدا راح يجيب حيواناته معه بس اه هون شو الطريقة اللي ممكنهم بحكيلك شو اه عن موضوع الهيالثكير والهيالثكير والمواضيع هاي البروغرام هاي حططلك فيديو عشان يساهل عليك اي تنكت لانه بدو اتراكت بيبول يجو البينيفتس شو البينيفتس انك تيجي تسكن احضر الفيديوهات ممكن تساعدك بحكيلك عن الشغل الشغل طبعا موجود بس ما فيش كتير كيف تلاقي الشغل طبعا الحياة غاد اغلى لانه اه هي بالشمال بس بعطوهم تاكس اه اقل كتير حتى بيعطوهم اه مبالغ كويسة يعني بالرفند الفود برايسز اغلى لانه عادة كلها بتنتقل لهناك بالطيران اه الكولشر طبعا في عندهم ملتيكولشر ازم هلا عندهم كتير ناس بيحكوا فرنسي كمان اه عدد العرب غاد مش كتير انا متأكد لكن في نسبة عرب اللي بحكين لك عن كيف تعيش شو تسوي طبعا دكتة اقلم اه هذو الجيبين لك هون اميغرانس هكذا هكذا هكذا